السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حوادث وأضايا زمان سعد اسكندر عبد المسيح أو الملقب بسفاح كرموز سعد اسكندر كان شابا وسيما وصاحب شخصية جذابة ولم يتوقع أحد أن يكون وراء ذلك الوجه وحش آدمي تسبب في رعب أهالي الأسكندرية لمدة خمس سنوات كاملة من عام 1948 وحتى عام 1953 وقام بعدد جرائم أتل لا تقل دموية عن جرائم ريا وسكينة لكن سعد كان أشد دهاء وأقصر عنفا من ريا وسكينة تبدأ الحكاية من أسيوت حيث كان سعد بن الصعيد يعمل في مصنع صغير للغزل والنسيج كان يمتلك المصنع شخيقه الأكبر وهناك تعرف على أرمالة سرية أكبر منه في السن وبأسلوب سعد ودهاءه خلى السيدة دي تقع في حبه وعطته كل ما تملك وكمان عرفته بتشيل الفلوس فين في بيتها وفي الليلة الغرامية سعد كان عندها في البيت في الوقت ده مسك السكينة ونزل ضرب فيها وطبعا الست وقت قتيلة في الحال وخد كل الفلوس اللي عندها وكل الدهب بتاعها وهرب بيهم لإسكندرية وطبعا دي كانت الجريمة الأولى بتاعة سعد ولما سعد وصل إسكندرية قام باستئجار مغزن صغير للقطن وغزل النسيج في حي راغب باشا في كرموس المغزن ده كان المكان اللي بيقتل فيه الضحايا بتوعه وكمان كان مقبرة لبعض جسس ضحاياه ومعظم ضحايا كانوا من الفتيات اللي كانوا بيقعوا في حبه وكل يومه التاني كان بيختفي فتيات وما كانش بيظهر لهم أي أثر ولا حية ولا ميتة وبكده انتشر الرعب بين أهالي كرموس لأن الحوادث دي فقرتهم برايا وسكينة وطبعا ريا وسكينة كانوا خلاص اتعدموا من الزمان في سنة 1948 وفي حي غبريال الشعبي ارتبط سعد اسكندر بعلاقة غرامية مع بنت من هناك اسمها فاطمة وكان بيقابلها على طول في بيتها ولما الجيران شكوا فاطمة قالت لهم ان سعد ده أخوها وفي مرة سعد كان قاعد مع فاطمة وكانوا بيتكلموا مع بعض فاطمة قالت له ان البيت اللي جنبها فيه واحدة عجوزة عندها تسعين سنة اسمها بامبة بامبة دي عايشة لوحدها وعندها فلوس ملهاش اول ولا اخر طبعا الموضوع ده لعف عقل سعد وتاني يوم سعد بدل ما يدخل بيت فاطمة دخل بيت بامبة وكان في ايده سطور ونزل بيه على الست بامبة وطبعا بامبة ماتت فسعد قاعد يدور وخد كل الفلوس الموجودة عندها جارة بامبة اسمها اطقوطة سمعت صوت عند بامبة فراحت عشان تتطمن عليها واول ما شافها سعد دربها بالستطور هي كمان وهرب وطبعا سعد افتقر ان اطقوطة ماتت لكن اطقوطة نجت باعجوبة وراحت بلغت الشرطة وقدت لهم ان القاتل هو اخ فاطمة وطبعا فاطمة اعترفت على سعد اسكندر اقوال اطقوطة كان فيها تناقض فمحامي سعد استغل النقطة دي وقدر يقنع المحكمة ان مفيش داعي لايقاف سعد وبالفعل تم الافراج عنه بضمانات مالية انتظرونا مع الجزء التاني